السلام عليكم يا رب كنوا بخير احنا طبعا كلنا عارفين الزرف اللي احنا ممر بيه فاحنا بالناشط كل اهلنا وكل الناس اللي موجودة ان احنا نلتز بالتعليمات اللي بتقول عوزارة الصحة وبالتعليمات اللي قولها المسؤولين بحيث ان احنا نفضل موجودين في البيت ونفضل ان احنا نلتزم الاجراءات الولقائية علشان خطر نعدي من الزرف ده على خير ان شاء الله بإذن الله وبدون مع اي حد فينا يتعرض لأزا او يتعرض لأي مكروه ربنا حافظ علينا كلنا ان شاء الله بإذن الله النقطة التانية احنا عارفين كلنا ان في اسر هتضطر انها تقعد في البيت او اضطر انها ما تشتغلش علشان خطر الزرف اللي موجود فاحنا ان شاء الله اتفقنا وكلنا عملنا تحدي في الخير ان نتحدى بعض في الخير بالتعاون مع جماعة رسالة ان في اسر كتير محتاجة لفترة اللي جاية وفي اسر اتضرارة من السيول اللي حصل لفترة اللي فاتت فهنشوف مين فينا يقدر يتكفل باكبر قدر من او اكبر عدد من الاسر اللي هي محتاجة للفترة اللي جاية فان شاء الله بإذن الله هنبتدي باشرين اسرة وانا بتحدى والد سليمان وشريف اكرامي محمود ترزيجي كريم نيدفد محمود علاء وطارق حامد في اكتر عدد من الاسر اللي احنا نقدر ان شاء الله بإذن الله نكون ملتزمين بهم الشهر الجاي او الشهرين الجاي على حسب قدرة كل واحد فهنبتدي عدد باشرين اسرة ان شاء الله بإذن الله والتعاون مع جماعة رسالة بحيث ان احنا نقدر نساعد ولو بحاجة بسيطة ان شاء الله بإذن الله فانا مستني زمالي ان شاء الله بإذن الله يرد التحدي